ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارح عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه فإخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما ولا دافينا ولا مآنا شقيا ولا محرومة اللهم يا رب العالمين أعين على ذكرك وشكرك وحسن إبادك إخوة الإيمان أرني منسيتكمش بالدعاء كلكم يعني الله تبارك وتعالى يتقبل منا إن شاء الله يعني هذا كنت نتكلم مع واحد الإنسان قتل الإنسان اللي يكون في هذا المكان هم يدعيش الله يضلم نفسه لماذا يضلم نفسه لأن إنسان يأخذ العبرة عندنا في يوم عرفة يوم الدعاء مستجاب فالله تبارك وتعالى يباهي به الملائكة ويقول لهم انظروا أني قد غفرت لهم ودعاءهم مستجاب فالإنسان لماذا يضلم نفسه لأنه عندك الوحب مرة ممكن في الحياة الإنسان يحضر هذه من الظهر إلى غاية غروب الشمس ولو الإنسان يصلي يعني جمع تقصير وجمع تقديم الصلاة الظهر والحسن يبقى له كل وقت نشوف الناس يعني واحد يجريمه الأكل واحد يجريمه الشرب واحد يجريمه هذا واحد يجريمه الكلام والله يعني أعظم شيء وهو الإنسان معكم السلام أعظم شيء هو الإنسان يدعي لأخيه في ظهر الغيب دعاء لأخيه في ظهر الغيب مستجاب هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى وضع ملك من الملائكة يقول ولك مثله والله فائدة عظيمة انترك تدعي الناس وهذا الملك من الملائكة يدعي لك أنت والملائكة دعاء الملائكة ليس كدعائنا احنا مذنبين مخطئين الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يفعلون إلا ما أمرهم الله جل وعلا ولا يعصون الله أبدا ولا يسعامون ولا يملون من عبادة الله لا يأكلون ولا يشربون إما هو من خصد إلا لعبادة الله وطاعة الله في أوامره فهذا أمر عظيم جدا لهذا القول دائما إنسان لما يدعيش الأخيه في ظهر الغيب ظلم نفسه ظلم نفسه ولو حتى الإنسان لظلمك ما تنسيش بالدعاء وأعظم دعاء تقدمه له وإشنه هو تقولوا اللهم اهديه يا رق العالمين إذا كان اهداه الله سبحانه وتعالى يهديه الطريق السعادة في الدنيا والآخرة يهديه يعترف بدنوبه ويتوب إلى الله ويطلب منك حتى أن تسمعه إذا كان غيره معك فليهذا يكون فوز عظيم أن الإنسان يدعي لإخواته في ظهر الغيب نسأل الله تباركه وتعالى التوفيق والتعبول إن شاء الله juste je viens de dire que je ne vous ai pas oublié avec mes invocations الحمد لله parce que je suis le premier bénéficiaire et que la personne qui est dans un endroit pareil peut-être une fois dans sa vie et qui perd son temps à ne pas faire des invocations il aura perdu beaucoup pourquoi perdu beaucoup et il aura été injuste envers soi-même parce que imaginez et principalement dans tous les endroits différents endroits on a fait les invocations mais il y a un jour en particulier où l'invocation est exaucée et c'est le jour de Arafah c'est le jour de Arafah c'est le neuvième jour de Dhul-Hijjah le jour de Arafah quand Al-Hijjah les pèles rendent à Arafah Allah exauce l'invocation leur invocation d'ailleurs il en est fier il en parle aux anges qu'est-ce qu'il veut cela il leur pardonne et ainsi de suite mais l'invocation est exaucée et dans ce sens celui qui ne fait pas d'invocation il est injuste envers soi-même pourquoi un juste envers soi-même et on va le voir il est perdant aussi vous savez que le temps de rester à Arafah c'est entre Dohr et le coucher du soleil et entre ces moments-là la personne n'a rien à faire si ce n'est qu'il fait les prières de Dohr et l'Asar raccourcis et rapprochés à Dohr et il aura tout le temps libre j'ai vu des gens courir après la nourriture j'ai vu des gens discuter j'ai vu des gens courir après les boissons fraîches et ainsi de suite ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas manger on ne doit pas boire non mais il ne faut pas que ça soit notre principale préoccupation on n'a qu'un seul instant peut-être que c'est le seul de la vie je ne sais pas si je vais vivre d'ici demain ou après-demain et on ne sait pas celui qui Allah lui a accordé d'être là-bas s'il pourra revenir un jour ou pas alors c'est le moment où la personne doit faire des invocations et il doit faire des invocations pour tout le monde principalement Alhamdoulilah j'ai fait des invocations pour tous ceux qui sont avec nous qui prient avec nous et pour mes voisins pour les gens que du quartier pour la famille pour tout le monde parce que on a le temps il faut l'exploiter à bon escient et on est gagnant vous savez non seulement que le prophète il dit que l'invocation pour ton frère en son absence elle est exaucée ça c'est une chose l'endroit c'est exaucé et la troisième il y a un ange qui te fait bénéficier de la même invocation Allah subhanahu wa ta'ala le consacre il dit pour toi la même chose alors on est gagnant l'invocation des anges n'est pas notre invocation ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir quoique on a des endroits alhamdulillah où il y a des gens que Allah subhanahu wa ta'ala exaucent mais les anges ne désobéissent pas à Allah en ce qui leur a été commandé ils ne font que ce qui leur a été redonné de faire voilà ce que sont les anges ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala ils ne mangent pas ils ne durent pas ils ne s'enlacent pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et c'est tout ça l'invocation pour toi même chez toi à la maison même pour la personne qui a été injuste avec toi la meilleure vocation que tu peux faire pour lui c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide si Allah le guide si Allah le guide tu seras récompensé et lui il va se rendre compte qu'il se reprend à Allah celui que Allah guide il guide vers le bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà et Allah le guide donc il se rend compte il se reprend à Allah il vient te demander pardon tu auras tout gagné sur toute l'année c'est pour cela que l'invocation pour celui qui a été injusté encore ça devrait être prioritaire à celui qui qui est bien avec toi c'est parce que lui il est dans l'égarement s'il a été injuste il ne sait pas qu'il a été injuste envers lui-même en réalité et c'est pour cela je dis s'il y a une interrogation une question je répondrai si on peut mais sinon on parlera d'autre chose d'accord أتصور إنسان إذا كان يعني ظن أنه خير منك هذا الإنسان أراه عنده شيء كبر في قلبه لازم نحيه لازم نحيه مرناش خير من بعضنا بعد ليعرفنا هو الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أدخاكم التقوى لها تدهر على الوجه ولا تدهر على اليد ولا تدهر على اللباس ولا لا تقوى في القلب ويعلمها الله سبحانه وتعالى فقصة قضية وقعت لي في الحرم المكي كنت نذكر نقرأ القرآن عندما نحصل يعني باش الحاجة اللي حصلت فيها وننسيتها عندي بورطابل لنشوف فيه باش نعودنا نذكرها جاء واحد الشاب أمامي وقال لي قرأ من المصحف قال لي الفورطابل ما فيش أجر هو موش عارف بلا أني نذكر أنا يعني نراجع وموكي نحصل ما عليش ولا ولي قرأ في المصحف يعني النقال ولا هذا الجوال ماشي مشكلة قال لي ما عندكش أجر في الهاتف الجوال قطلوا سلامة إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام ما حابش يفهم ما فهمش قال لي كي المصاحف كون مصحف باش يكون عندك الآجر وقال يعاول قلت له الله سبحانه وتعالى يتكلم عن رسول صلى الله عليه وسلم وقال له ولو شاء ربك لهذا الناس جميعا كلهم أجمعين يقول له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين هذه اللي قدرت انسكتوا بها قلت له خلاص انت بالنخ أسكت أقرق لأيتك وخليني يا سعد لماذا هل كان يظنوا أنه عنده الحق يعني لا لا هل كان القرآن في كتاب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا كان كتاب الله كتاب الله كان في الصدور وكان على أوراب وكان على جلود وكان على الحجر وكان على الخشب كانوا يكتبوه في كل سنة وجدوه يكتبو فيه القرآن حتى الحق عهد أتمان بن عفال رضي الله عنه وأرضاه ليكتب أول كتاب أربع كتب دونوها تعالق القرآن وأصبح أول كتاب للقرآن وحفظ إلى يومنا هذا لأن الله سبحانه وتعالى إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له لا حافظ أمر عظيم جدا إنسان يكون على جهل ما يتكلمش الإنسان هذا ممكن رأى غرق نفسه ولا وضع نفسه في موضع حارج جدا ونقول لك ما هو الموضع الموقع الحارج جدا لأن عكس ما قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله له حسنة والحسنة بعشر عمثالها ولا أقول ألف لم ميم حسنة ولكن ألف حسنة ولم حسنة وميم حسن هو قال العكس قال لي ما عندكش أجر أنا قلت حرف من كتاب الله عندي بعشر حسنان هذا قول النبي إذا كانت تقول لي ما عندكش أجر قلت عكس وش قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني نتخلم عني أنباء إن شاء الله ولكن أراها جهلة أراها أمر عظيم جدا يرفع الإيم في آخر الزمان يقول الشفيعي هذا في وقته يعني في وقته كانوا من تبعين قال شفيع ما جدلت عالما إلا وغلبته وما جدلت جاهلا إلا وغلبه ما عندكش كيفش تفاهمه رقلت عكس ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا من قال علي ما أنا ما أقول فليتبعوا مقعده من النار انتك ضم تدي في العجر وانترك يعني في في الطريق للعوج فنسأل الله تبات نسأل الله تبارك وتعالى يتبتنا وقبل ما نتكلموا للناس لازم نتحقوا نحن من أنفسنا هل رأنا على يقين هل يعني عندي دليل قاطع أهل أمور كذا لأن كل حاجة ومعن نقولوا ما لي هذا الكتاب لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هذا هو لا ما أرطض من الطول إلا لديه رقب نعتي فنسأل الله تبارك وتعالى يتبتنا وقيا أخوة الإيمان إلا كذا تقدروا تقدموا مشاء الله رب جزيكم خير إن شاء الله كان أخوة من الخريق تسأل كل ما لزمينا سيء من خالف سيء من قبل لذي لذلك أفعل لذلك سألتعون لذلك أخوة جاء الله نحن نحن سألتعون عن كثيرا هذه الحرم الأمكة كنت في حركة قد رأيك تحدثت عميزة و عندما أحبنا مضحة جيدة لقد قمت بقية وحسب وحسب لقد كان التجنسي ومع هل يجب أنه يقول سألت أسبقا كما أنه من يكون القولة سألت من أنا تمت بحث على إله وأيضا لا يكون محن أحد الله أحد أخرى. ليس الله تعالى ويذكر ويذكر كذلك أعطاء حلال سيدة يقول لا يوجد أن يكون أنها سبقات أشدت لذلك ولكن أمين سبقات أساسي القلت لذلك لا أساسة قصف آل تقول تبénحظю أنه في يلسير علم غنين بأخير جزورة الغريب لا يصرف لا يترجم أنني بهذ having اشكل قصف وليه مع ذلك وليه يقولوا فحدّ سلام أوبع وحادث إسم لها وإلى هو شيء الم whipping لا يريد señor يبيك يسبب الى الله ولل ولل لا يخرج enduring أرشف إلى أقصر دورة لا يقامل لكن يستهبط أخذك إذا أخذك سيحث يُلي بنا لا يمكن أن تخ body أن يجبا بكة والسئلة الأخذ أنا أعلق for أنا لقد سخت 봤ة وقت ما اخوره يبطونا لديه وهي أخير من يقوله لماذا يقول لديه لم تفعل ليس شاء الله كنت أخريه لديه قلت ما أولى أنه يقوله لا أخير لا لا أخير أخذه بسرعة لأمكانه كان لديه الذي سير آنسون المسكين أخاذ proyect لديه هو فعلا اللوم Crisis عليه السلام كmond العوس اعطان الشتمر الكناسب offs والمرات الصور moto كيف العالية كيف وَمَنَ الْقَرِي سَعَِّئِ من فَمَقَرَيéfِ كم المترجم فن، انه له 4 س YA 費ين أكثر سنوات تقصنت اضاع الآن الله تباركة و أعلى أثمان و أعلى ثمانا نعمر نعمر مع حقة الله تباركة و أعلى وأعلى مرحة مرورة لديه مدفع الأمر لا يسألهم. لذا هو أنه خفيه من التكلمة ويعطاقهم يعمل هناك قال بأسفة الشخصية عندما ليس الثالثة سألهم إنهم وذلك يسألهم يشألهم إنهم يتللين يتللين يريدين يريد أنه يفتحه و لا يريد أن الله يقنعه يريد أنه يصنع الله فحيث أن الجميع يستمر لكن الوصول أن يجب أن يكون هناك أخدام أنه أكثر سوصاً هناك سيديه وضعه أكثر تقارباً قل هذا النار بقى تدقيقة إن شاء الله ونختم كذلك في الطواف نتكلم مع إنسان قتله في الأخير ما تقولش الله أكبر يعني ما تكبرش في الطواف الأخير يعني في الشوق السابع قال لي فيها اختلاف والله هذا جواب بتاع إنسان لما يقبلش النقد ولما يقبلش يعني النصيحة قتله ما فيها اختلاف إذا كانت كبرت سوف يكبر 8 خطرات وهو 7 أشواء دقت واحد زيادة في التكبيرة لأنك تكبر قبل ما تدور الشوطة الأول تكبر وهذا التكبيرة الأولى تعال الشوطة الأول يعني يشوف الإنسان في بعض أحيان أي كلام أنت ركوين عند الله سبحانه وتعالى ستكتب عنك هذه الإنسان يعني إن شاء الله ربي تبتنا الآن والله ما أندش حتى مشكل بشوك الله أعلم من قتلش نعرفو كلش فانس الله تبات بارك سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعد تفرقنا محصومة ولا دافين هنا ما أنا شقيا ولا محرومة بسمك الله بحمدك شهد لله أن تستغطرك وتقول لك سبحان ربك رب العزة رب العزة والحمد لله رب العالمين رب العالمين